ونتحول إلى جولة الإمام الأكبر الأسيوية وفيها قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين إننا جميعا نعاني من الإرهاب الذي شوه صورة المسلمين جاء ذلك خلال زيارته لمسجد خديجة أحد أقدم مساجد سنغفورة كان شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب قد التقى اليوم برئيسة سنغفورة حليمة يعقوب في القصر الرئاسي وذلك في اليوم الثاني لزيارته إلى سنغفورة المحطة الثانية من جولته الآسيوية التي تشمل كذلك إندونيسيا وسلطنة بروناي